صداع توتري، صداع شقيقة، صداع نصفي، صداع من الألام الرقبة، صداع توتري، أشتاكد لكن مثلاً الحكاية ده ليه علاقة؟ مثلاً نمسك لك الشقيقة تحس إن الصداع الشقيقة ده يعني في ناس نحن بناديهم نصايح في وجبات محددة لو أخدوها الصداع يزيد يقول لنا يا دكتور طيب يعني مثلاً الشقيقة يعني مثلاً القهوة الكثيرة مثلاً الشوكولاتة توقف ولا تزيد الصداع تزيد الصداع الأجبان مثلاً لأنه فيها مادة اسمها تايرامين مثلاً يزيد الصداع لا علاقة بالمخ والمليح مثلاً يعني بتحيئج أشياء فيزيولوجية في الجسم ممكن تأدي للصداع مثلاً المشروبات الغازية يعني الناس اللي عندهم مثلاً صداع نصفي نقول لي يا أخي قلل من المشروبات الغازية قلل من شرب القهوة قلل من الأجبان قلل من المكسرات شفت المكسرات؟ المكسرات هاي؟ المكسرات دي ممكن تهيجي الصداع يقول لك عندي صداع أشرب لك جهوة لاحظت دي الكلام من فيك جهوة بتشيل الصداع لكن بيحصل لك زي ما تقول ردة فعل بيجي صداع تاني أكتر أجوة عشان كده الناس اللي عندهم الصداع الشجيئة ما بننصحه منه يشرب قهوة كتير هو ما زكر قال في حاجات لو كان لها بتشيل الصداع نشوف نأكل شي نطر